اشتركوا في القناة الكوادر وكفاءات وطنية في مختلف المجالات والتي استطاعت أن تشق طريقها بنجاح في تبوء المناصب القرية والدولية وذلك بفضل رعاية ودعم جلالة الملك المفدى للشباب البحريني منوها سموه باهتمام سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء في الاستثمار الوطني بالكوادر البشرية من خلال برنامج عمل الحكومة الموقرة الذي يسهم في سقل والتنمية هذه الكوادر ويدفعها لتكون قادرة على العطاء وحمل المسؤولية مشيدا سموه بالجهود الكبيرة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في دعم الكفاءات البحرينية نحو صياغة المزيد من الإجازات الوطنية للمملكة وقال سموه سعداء بتعيين المحامية عيش البطيويح محكما في محكمة التحكيم الرياضية كأس إذ أن تعيين محامية بحرينية في هذه الهيئة الدولية يدعو للفخر والاعتزاز بالكوادر الوطنية وما يحققونه من نجاحات متسلحين بالعزيمة والإصرار والتحدي والتي استطاعوا من خلالها كسب ثقة واحترام وتقدير الجميع وتبوء المناصب القارية والدولية من جانبها أعربت المحامية عيشة مطيوية عن خالص شكرها وعظيم امتنانها إلى سمو الشيخ خالد بن حمد متطلعة أن تكون خير سفيرة للبحرين في هذه الهيئة الدولية استقبال سمو الشيخ خالد شيء ما أقدر أوصف لك أشكر على المتابعة على الحرص على هاي الاستضافة الكريمة هاي يبين اهتمام سمو الشيخ خالد في مو بس موضوع الرياضة رياضة التحكيم أو التحكيم الدولي ومكانة المرأة أيضا في هاي المجالات شرف لي كبير أنه نكون أول بحرينية يتم تعينها في محكمة الكاس الدولية وثاني خليجية يتم تعينها كذلك فوالله شرف شرف كبير لي التحكم الدولي كان من أكثر من عشر سنوات من الأمور اللي أنا كنت حباتها قررت أن أتخصص فيها فالتحكيم الدولي يعني مشينا فيه شوي من السنوات اللي إحنا بدأنا في القانون بس دائما كنت حابة أن أنا أدخل في مجال التحكيم الرياضي لأنه هو مجال جدا حلو وأيضا يعني وجود المرأة في المجال الرياضي أظن مهم جدا فيعني سعيت والله في هاي الموضوع والحمد لله يعني الله وفقني بس يعني يكون هو أظن تحدي جديد ويعني خبرة جديدة فوالله يعني متشوق أن أنا أدخل متشوق أن أنا أشارك وإن شاء الله أكون قد المسؤولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا